أحسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشعك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام نعم باب الخوف من الشرك أن الإنسان لا بد أن يخاف على نفسه من الشرك إذا كان إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وهو من هو صلوات ربي وسلامه عليه الحنيف الذي مدحه الله تبارك وتعالى وأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فكيف بحالنا نحن نأمن ذلك فالإنسان لا بد أن يخاف دائما على نفسه من أن يقع في الشرك وقد سمع رجل أبد درداء الصحابية الجليل رضي الله عنه يدعو فكان يقول اللهم أني عذبك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق فقال له الرجل أتقول هذا وأنت صاحب رسول الله أتخاف عن نفسك من النفاق فقال إي والله إني أخاف على نفسك من النفاق فلا تغرني فالإنسان لا بد أن يكون وجلا لأن القلوب تتقلب والإنسان قد يكون اليوم صالحا غدا لا يكون صالحا فيخاف الإنسان دائما على نفسه ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون فعلى الإنسان دائما أن يحذر من هذا الأمر وأن يهتم به كثيرا أن يبتعد عن الشرك وأسبابه وقوله الخوف من الشرك يقول الله جل وعين الله لا يغفر أن يشرك به قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى أما دخول المشرك النار فهو على عمومه يعني كل مشرك يدخل النار إن الله لا يغفر أن يشرك به يشمل جميع المشركين قال لا فرق بين الكتابي وبين الوثني وسائر الكفرة ولا فرق بين الكافر عنادا أو غيره ولا بين من خالف ملة الإسلام أو المرتد كلهم سوا صحيح يتفاوت عذابهم في النار كما قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار نعم يتفاوت الكفار في عذابهم يعني ليس الكافر المسالم كالكافر الداعي إلى الكفر كالكافر الذي يعني يقتل المسلمين ويسعى في هدم دين الإسلام يختلفون قطعة وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهل فرعون هذه الأمة فلا يقارن أبو جهل مثلا برجل مشرك من عامة المسلمين كالمطعم بن عدي مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم حيا ثم سألني هؤلاء أدنتنا لو هبتهم له وهو كان قد أجار النبي صلى الله عليه وسلم عنه لكن لم يدخل في الإسلام فعلى كل حال المشركون يتفاوتوا لكن في النهاية كلهم في النار والنار دركات النار دركات فليس على يعني منزلة واحدة في النار والعياذ بالله ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبي طالب لما سئل هل نفعت عمك بشيء قال نعم يوضع تحت قدبيه جمرتان يغلي منهما دماغه ولولا أنا لكان في ضحضاح من النار خفف من عذابه لأنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصر الدعوة في أول الأمر لكنه لم يدخل في دين الله تبارك وإله وظل على ملة عبد المطلب فالقصد أن الكفار بشتى أنواعهم من أهل الدار بغض النظر عن ملتي لكن في النار يتفاوتون في شدة العذاب أعاذنا الله وإياكم من النار نعم قال وحمه الله تعالى وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشيوك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء نعم هذا الحديث مرسل من رواية محمود بن لبيد واختلف في محمود بن لبيد هل هو صحابي أو تابعي فمن قال إنه صحابي حسن حديثه قواه ومن قال إنه تابعي قال إنه يعني منقطع مرسل هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النصوص الأخرى تدل عليه والرياء هو نوع من الشرك الرياء نوع من الشرك والرياء إذا دخل العبادة أفسدها إذا دخل الرياء العبادة أفسدها إذا كان في أولها وإن كان في وسطها فينظر يعني هل يفسدها أو لا يفسدها يفسدها فقال بعضهم إن كان في وسطها فإنه يفسدها وقال آخر إن كان في وسطها فيفسد ما تعلق به من العبادة يعني هذا الجزء هو الذي يفسد ولا تفسد العبادة كلها وأما الرياء الطارئ وهو الذي يعني يصارعه الإنسان يعني يأتيه الرياء يريد أن يدخل عليه وهو يقاومه لا يريد أن يسمح له بالدخول فهذا الطارئ إذا كان يقاومه الإنسان هذا ليس عليه شيء وهذا أدى ما عليه لكن إذا استسلم له وصال الرياء هو السماء الغالب على فعله فهنا هذا يؤثر في العبادة إما أن يفسدها وإما أن يفسد ما دخل عليه هذا الرياء والله المستعد نعم قال وحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار وواه البخاوي ولمسلم عن جابعين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار طبعا دخل الجنة إما دخولا أوليا وإما دخولا مآليا دخولا أوليا إذا سني من الشرك وسيمها الكبائر دخولا مآليا أي بعدين سيدخل الجنة آخرته سيدخل الجنة في النهاية سيدخل الجنة هذا قد يكون الدخول مآلي وهو إذا كانت عنده كبائر هذا تحت المشي قد يعذب ثم يدخل الجنة وقد يعفى عنه وأمره إلى الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم أحسن الله إليكم فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك الثانية أن الرياء من الشرك الثالثة أنه من الشرك الأصغر أوابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين الخامسة قرب الجنة والنار السادسة الجمع بين قوبه ما في حديث واحد السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاوي الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك